تحرك كويتي بدعم أمريكي لحل الخلاف الخليجي أكدت مصادر حكومية مطلعة أن الدور الكويتي لحل الخلاف الخليجي لم ولن يتوقف وهناك اتصالات وتحركات جارية من أجل إنهاء واحتواء هذا الخلاف ولم شمل البيت الخليجي بعيدا عن أي تصعيد وقالت المصادر أن هناك رسائل متبادلة وجهود متواصلة مع جميع الأطراف مبينة في الوقت ذاته أنه لا صحة لتنازل السعودية أو قطر عن أي اشتراطات وفي حال جرع حل الخلاف يمكن التنازل عن جميع الشروط وكشفت المصادر أن الولايات المتحدة الأمريكية ضاغطة وحريصة على احتواء هذا الخلاف وتدفع بالحل والجهود الكويتية وهناك مساعي أمريكية مرتقبة لإنهاء الخلاف للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وإزدهارها مرددة نتمنى أن نرى إحراس تقدم خلال الأسابيع المقبلة وقالت أن الجميع حريصون على الحفاظ على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترميم البيت الخليجي وعدم تعرضه لأي تداعيات في الوقت الراهن خصوصا في دوق التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا ونعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية يا سلام أمريكا تصلح بين العرب ما شاء الله